قبل ما أرجع بقى أسألك أنا عارفة أنه عندك غير المشروع ده اللي هو الدرامي وأنه إحنا نرجع المبادئ عند حدوتك مشروع تاني بس قبل ما أرجع أسألك على المشروع يلسي أسألك عم حطة حلوة قوي في حياتك أعتقد أنه إحنا عرفنا وش الأستاذ إسماعيل فرغالي من الكاميرا الخفية ومن مشاركتك في برامج الكاميرا الخفية الموضوع ده قدم هو كان جميل جدا وخفيف على قلبنا أقدم الناس دلوقتي بقت مستقى جدا مما يصنف تحت مسمى الكاميرا الخفية احكي لي بقى ووصف لي تجربتك مع الكاميرا الخفية وقديك أن دورها في المشوار الفني لإسماعيل فرغالي أنا بعشق حاجة مع الكاميرا الخفية لأنها بتعتمد على الحضور والارتجال ودي ربنا مدهاني يعني أنا بحب أحفظ أحب أرتجل يعني حب نعمل كده حاجة نقعد نتكلم فيها كده ومن غير مترتبة تمام؟ حسين على الهوى أنا طبعا سسترق نور اشتغلت مع الزمان قبلها بعشر سنين وحبيته قوي ففي حسين على الهوى كانوا عايزين حد يكون عنده حضور وارتجال بفضل الله وما يكونش معروف فقابلت له أستاذ زراء الدبيب الله يرحمه والمفروض أن احنا كل واحد هيقول حلقة واثنين يعني حلقة واثنين ربنا أكرمني في تاني يوم عملت حلقة الله يرحمه الدكتور عيزة أباوف خرج الأستاذ زراء الدبيب أنا مش عايز حد في الستوديو غير إسماعيل فرغالي وبادرية طلبة اللي هي مديحة حاتم طبعا معروفة طبعا مش محتاجة فلولا ربنا خلاني أعمل الحلقة دي تاني يوم كنت ممكن أعمل الحلقة الخمستاشر إن أتعامل دي علشان الأستاذ زراء الدبيب يصق فيها وكمل بقية الحلقات قرب من ربنا وكانت تجربة أثرية في حياتك أعملت بعد كده في 2003 بعدوله سنة العصفور وعملت أول بطوضة ليا في 2005 وكنت واخد استفتاء مشاهدة حلو في رمضان أفضل مشاهدة في رمضان الحمد لله وأنا بشكر لساستر نور طبعا الجنيس بتاعنا أيها لله مكتشف المواهب أيه رأيك في برامج المقالب الموجودة حاليا والشهيرة جدا هي بقت بيزينس آخر حاجة مشاهدة محترام طبعا أنا يعني أنا يعني ما قدرش أقيم برنامج كاميرا أنا بتكلم على أن أنا يعني مثلا انت حاتك بتحطيني في حتة أنا يعني مش المفروض أن أنا يعني أتكلم أو أقيم فيها يعني حاجة بالعكس يعني حاتك اشتغلت فيها سنين طويلة وعملت تأثير وأعتقد أنه شكل البرامج كمان اختلف يعني أنا يعني عايز أقول لحضرتك أنا عندي مثلا أربع خمس أفكار كاميرا خفية حلوين أو اللي هي الدحك بتاع الزمان بس هل الكاميرا الخفية دلوقتي عليها إقبال زي الأول مش عالي كل شوية يعني جات فترة ستكوم هو الكاميرا خفية تمام بعد كده هل اللي جاي ده يستوعب الناس تقدر تقول كاميرا خفية يعني تطرق كاميرا خفية طيب مش عالي هنستنى لما تعمله ونقول لك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله موسيقى